صرح معالي نائب الأول رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية شيخ صباح خالد الحمد الصباح بأنه في ضوء تطورات الأخيرة والمتمثلة بالتوتر في العلاقات الأخوية بين الأشقاء بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتعدة ومملكة البحرين ودولة قطر وانطلاقا من حرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على الحفاظ على هذه العلاقة الأخوية قوية ومتماسكة بما يدعم المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ويعزز من دورها ويحقق أمال وتطلعات أبناء دول المجلس وقد قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بزيارة إلى كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وبحث مع الأشقاء السبل الكفيلة لمعالجة هذا التوتر والخلاف والسعي لاحتوائه وفي هذا الإطار فقد أوضح معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بأن دولة الكويت تؤكد على حتمية حل هذا الخلاف في الإطار الخارجي وفي نطاق البيت الخليجي الواحد وبالحوار بين الأشقاء معربا عن تقدير دولة الكويت البالغ لكافة الدول التي أجمعت على دعم جهود دولة الكويت في هذا السياق مؤكدا أن دولة الكويت لن تتخلى عن مساعيها وستواصل جهودها الخيرة في سبيل رأب الصدى وإيجاد حل يحقق المعالجة الجذرية لأسباب الخلاف والتوتر في العلاقات الأخوية وعرب معالي الشيخ صباح الخالد في ختام تصريحه عن تطلعه بأن يتحقق للمساء الخيرة لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه إلى الوصول إلى توافق لتهديئة الموقف ومعالجة جذرية لأسباب الخلاف والتوتر في العلاقات الأخوية مؤكدا استعداد الأشقاء في قطر لتفهم حقيقة هواجس ومشاغل أشقائهم وتجاوب مع المساعي السامية تعزيزا للأمن والاستقرار المنشودين لدول المجلس